دعاؤه عليه السلام إذا ابتدأ بالدعاء بدأ بالتحميد لله عز وجل والثناء عليه الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ابتدعا بقدرته الخلق ابتدعا واخترعهم على مشيته اختراعا ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته لا يملكون تأخيرا عما قدمهم إليه ولا يستطيعون تقدما إلى ما أخرهم عنه وجعل لكل روح منهم قوتا معلوما مقسوما من رزقه لا ينقص من زاده ناقص ولا يزيد من نقص منهم زائد ثم ضربا له في الحياة أجلا موقوتا ونصبا له أمدا محدودا يتخطى إليه بأيام عمره ويرهقه بأعوام دهره حتى إذا بلغ أقصى أثره واستوعب حساب عمره قبضه إلى ما ندبه إليه من موفور ثوابه أو محذور عقابه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى عدلا منه تقدست أسماؤه وتظاهرت آلاؤه لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكانوا كما وصف في محكم كتابه إنهم إلا كالأنعام بل هم أظلوا سبيلا والحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا نعمر به في من حمده من خلقه ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفوه حمدا يضيء لنا به ظلمات البرزخ ويسهل علينا به سبيل المبعث ويشرف به منازلنا عند مواقف الأشهاد يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون حمدا يرتفعوا منا إلى أعلى عليين في كتاب مرقوم يشهده المقربون حمدا تقروا به عيوننا إذا برقت الأبصار وتبيضوا به وجوهنا إذا سودت الأبشار حمدا نعتقوا به من أليم نار الله إلى كريم جوار الله حمدا نزاحموا به ملائكته المقربين ونضاموا به أنبياءه المرسلين في دار المقامة التي لا تزول ومحل كرامته التي لا تحول والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق وأجرى علينا طيبات الرزق وجعل لنا الفضيلة بالملكة على جميع الخلق فكل خليقتي منقادة لنا بقدرته وصائرة إلى طاعتنا بعزته والحمد لله الذي أغلق عنا باب الحاجة إلا إليه فكيف نطيق حمدا أم متى نؤدي شكره لا متى والحمد لله الذي ركب فينا آلات البسط وجعل لنا أدوات القابض ومتعنا بأرواح الحياة وأثبت فينا جوارح الأعمال وغذانا بطيبات الرزق وأغنانا بفضله وأقنانا بمنه ثم أمرنا ليختبر طاعتنا ونهانا ليبتلي شكرنا فخالفنا عن طريق أمره وركبنا متون زجره فلم يبتذرنا بعقوبته ولم يعاجلنا بنقمته بل تأنانا برحمته تكرما وانتظر مراجعتنا برأفته حلما والحمد لله الذي دلنا على التوبة التي لم نفدها إلا من فضله فلو لم نعتدد من فضله إلا بها لقد حسنا بلاؤه عندنا وجل إحسانه إلينا وجس ما فضله علينا فما هكذا كانت سنته في التوبة لمن كان قبلنا لقد وضع عنا ما لا طاقة لنا به ولم يكلفنا إلا وسعا ولم يجشمنا إلا يسرا ولم يدع لأحد منا حجة ولا عذرا فالهالك منا من هلك عليه والسعيد منا من رغب إليه والحمد لله بكل ما حمده به أدنى ملائكته إليه وأكرم خليقته عليه وأرضى حمده لديه حمدا يفضل سائر الحمد كفضل ربنا على جميع خلقه ثم له الحمد مكان كل نعمة له علينا وعلى جميع عباده الماضين والباقين عدد ما أحاط به علمه من جميع الأشياء ومكان كل واحدة منها عددها أضعافا مضاعفة أبدا سرمدا إلى يوم القيام حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه وسببا إلى رضوانه وذريعة إلى مغفرته وطريقا إلى جنته وخفيرا من نقمته وأمنا من غضبه وظهيرا على طاعته وحاجزا عن معصيته وعونا على تدية حقه ووظائفه حمدا نسعد به في السعداء من أوليائه ونصير به في نظم الشهداء بسيوف أعدائه إنه ولي حميد